نشطة مفصلة للأخبار نسهلها بالعنوين اللسير خليل عواودة ينتصر بعد أضراب لمائة واثنين وسبعين يوما عن الطعام وينتزع قرارا خطيا من الاحتلال بالإفراج عنه الشهر المقبل بايدن يؤكد للابيد التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان خلال أسابيع أولوية للإدارة الأمريكية سنكون في الموقع القادر للدفاع عن هذه الحقوق وعن هذه الحدود وعن ثرواتها وحمايتها كعدتنا في كل مواقع التحليل بر يؤكد أن الكرة الآن في ملعب المفاوض الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية ويقول أنه سيقترع للشخصية التي تؤمن بأن إسرائيل تهديد وجودي للبنان الدفاعات الجوية السورية تسقط أربعة صواريخ إسرائيلية فوق ريف دمشق الجنوبي واعتداء آخر يستهدف محيط مطار حلب أهلا بكم معلق الأسير خليل عوودي إضرابه عن الطعام بعد انتزاع اتفاق مكتوب بالإفراج عنه بداية تشرين الأول أكتوبر المقبل وقد تلقى عوودي أول شربة شاي بعد إضراب متواصل عن الطعام لمدة ستة أشهر استطاع بعدها انتزاع حريته وقد تعهدت نيابة العسكرية الإسرائيلية بعدم تمديد الاعتقال الإداري للأسير عوودي وفق ما أفادت به محامية أمال الحداد مراسلة الميادين ويقضي اتفاق الإفراج عن عوودي ببقائه في مستشفى أساف هاروفي حتى تعافيه ومددت محكمة عوفر الإسرائيلية اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامية الأسير بسام السعدي وذكرت مؤسسة موجة القدس أن المحكمة الإسرائيلية عينت جلسة أخرى للنظر في ملف الأسير في الثالث عشر من الشهر المقبل وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت السعدي من منزله واعتدت عليه في الثاني من الشهر الحالي مؤسسة موجة القدس قالت أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت جميع أقسام الأسرة في سجن رامون ونفذت هجمة شريسة ضد أسرة حركة الجهاد الإسلامي المؤسسة أضافت أن وحدات الاحتلال قمعت الأسرة ونكلت بهم بطريقة همجية وعنيفة فيما تسود حالة من التوتر أقسام سجن رامون كافة بدوره قال مكتب أعلام الأسرة أن التوتر الذي يسود أقسام سجن رامون جاء بهدف إجراء ما يسمى الفحص الأمنية لغرف الأسرة القناة السابعة الإسرائيلية قالت أن هناك مخاوف لدى سلطات الاحتلال من اندلاع انتفاضة داخل السجون وفي مناطق الضفة الغربية المحتلة تأتي هذه المخاوف في الوقت الذي أعلنت فيه الحركة الأسيرة أنها ستبدأ إضرابها بألف مضرب عن الطعام كدفعة أولى اليوم الخميس مع السمرار بقية الأسرة في حالة حل الهيئات التنظيمية وأبقاء حالة التمرد على قوانين السجان مستمرة وتنظر تل أبيب بقلق إلى ظاهرة مواجهة موجة الاعتقالات في الضفة بعمليات إطلاق نار على جنودها اعتقالات أصبحت برأي محللين أكثر تعقيدا وخطورة منال إسماعيل فيما تنشغل إسرائيل بتبعات توقيع اتفاق نووي جديد مع إيران وبنعكاسات النزاع البحري مع لبنان حذر خبراء من ظاهرة جديدة يواجهها الجيش الإسرائيلي تتمثل في تحول طبيعة مواجهة موجة الاعتقالات وسط الفلسطينيين في الضفة الغربية مواجهة اتخذت طبيعة تصدي لأي عملية اعتقال ينفذها جنود الجيش الإسرائيلي في البلدات الفلسطينية في الضفة ليس فقط عبر رشق الحجارة بل عبر مواجهة نارية كثيفة تستمر لساعات أحيانا أيضا هذا هو الشكل الجديد للمواجهة بيننا وبين الفلسطينيين هذه ليست انتفاضة يخرجون فيها إلى الشوارع ويقطعون الطرق بل عندما يدخل الجيش الإسرائيلي إلى بلدات فلسطينية يصطدم اليوم بقوة مقاومة عنيفة لم نرى مثيلا لها في السنوات الأخيرة تحول عمليات اعتقال الفلسطينيين برأي محللين من روتين إلى اشتباك عنيف بنيران دقيقة وتوثيق تصويري يضر بصورة الجيش الإسرائيلي الذي يستخدم صواريخ ضد منازل الفلسطينيين ويدل على جرأة متزايدة لدى الشباب الفلسطيني ولسيما مع تسجيل ارتفاع مهم في هذه الظاهرة هذا الحدث تحول إلى مشهد ثابت وبرأيي الصور التي تعرض دراماتيكية ليس لأن الأمر يتعلق بمخربين خطرين فقط بل أيضا بسبب تصاعد الجرأة مع إطلاق نار دقيقة نيران قناصة وعندما ترى جنديا يطلق صاروخا من على الكتف باتجاه منزل ويدمره من الداخل وتشتعل النيران فيه وترى كيف يصورون ذلك من الخارج على الجيش أن يحطم رأسه في هذا الموضوع إحصائيا نحن نتحدث عن ارتفاع مهم حيث نفذت منذ بداية هذا العام وحتى الآن 120 عملية إطلاق نار نحو قوات الجيش الإسرائيلي التأجج المتصاعد في الضفة والخشية من تحوله إلى انتفاضة شعبية هما ما يشغل بال الجيش الإسرائيلي والشباك حاليا برأي محللين ولسيما أن الاعتقالات التي كانت حتى وقت قريب في الضفة بسيطة أصبحت معقدة جدا والتغطية الإعلامية الكبيرة التي ترافقها تصعب الأمور على الجيش الإسرائيلي الأسير خليل عوودة تحدث عن انتصاره على السجان الإسرائيلي وإضرابه عن الطعم تيمسك شوي حامية عمالك أطلت لكم عليك تسقط لا أكيد تقدر تحمل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كرمه ورطه أول شيء يدخلني بقبعة الماء خلال هذه المدة هي كاسة هذه الشاي من يد إخواننا وأحبابنا أهل الداخل أحبابي عشيرتي شكرا لكم على مؤذرتكم وأقفاتكم وأدعمكم شكرا للجميع الحمد لله وقد أحسن لي الآخر أجاني ميسك شكرا لجميع أنتم شعب عظيم أنتم شعب عظيم وهذه القضية العادلة تستعق أن أبدأ بشرب الشاي في كاسة شاي في أعلى الليلة بعد وزر خمسة وزرين كيلو من ستة وزرين كيلو نحن شعب قلسطيني واحد عرب المسلمين مسيحيين يد واحدة في قضية عادلة أهل وزارة وزارة صحة في قطاع غزة تنظم مسيرا لسيارات الإصحاف ضمن فعالية أنقذ مرض غزة وذلك رفضا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي واحتجاجا على استمراره في منع المرضى الفلسطينيين من الخروج من القطاع لتلقي العلاج بالتوازي مع منع إدخال المعدات والمستلزمات الطبية إلى غزة أسام العشي ممر بيت حنون يشكل ظلما مستمرا لمرضى قطاع غزة وشعبنا الفلسطيني مما أدى إلى وفاة العديد من مرضى قطاع غزة بسبب الممارسات العنصرية من قبل الاحتلال الإسرائيلي بمنع خروج مرضى القطاع باتجاه المشافي التخصصية نوجه رسالتنا إلى أحرار العالم الإسلامي والعربي والأوروبي أن ينظروا إلى قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 15 عام والحروب المتتالية على قطاعنا الذي أدى إلى زيادة على عديد من الوفيات على حدود القطاع كل الممارسات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق مرضى قطاع غزة هي من أجل الابتزاز ومن أجل حرمانهم من حقوق العلاجية التي كفلها القانون الدول الإنساني واتفاقية جنيف الرابع أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد خلال اتصال ناتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلية إيرلابيد على أهمية إنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان في الأسابيع المقبلة وفي السياق نقلت وسائل علامة إسرائيلية عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله أن التوصل إلى اتفاق يمثل أولوية قصوى بالنسبة إلى بايدن مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي لشؤون الطاقة آموس هوكستن سيزور لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل لبحث الملف وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان يعد كل متر مكعب من الغاز والنفط والحدود البحرية مع فلسطين المحتلة مغتصبا على يد الاحتلال الإسرائيلي كلام بري جاء خلال المهرجان المركزي في مدينة صور في جنوب لبنان في الذكرى الرابعة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقية الكرة الآن في ملعب الأطراف الراعية للتفاوض يعني في الملعب الأمريكي بصراحة ونحن هنا لسنا هوات حرب لكن إذا ما هددت سيادتنا وأرضنا وبحرنا سنكون في الموقع القادر للدفاع عن هذه الحقوق وعن هذه الحدود وعن ثرواتها وحمايتها كعدتنا في كل مواقع التحليل بري شدد على أنه ليس مشروعا الاستسلام للإرادات الخبيثة التي تسعى لإسقاط البلد في دوامة الفراغ الرئاسي مواكدا أن نواب حركة أمل سينتخبون رئيسا للبنان يؤمن بأن إسرائيل تمثل التهديد الأولى للبلاد سنقترع للشخصية التي تجمع ولا تطرح ولا تقسم للشخصية التي توحد ولا تفرق وللشخصية التي بقدر ما تحتاج إلى حيثية مسيحية هي أيضا تحتاج إلى حيثية إسلامية وقبل هذه وتلك إلى حيثية وطنية سنقترع للشخصية المؤمنة بالثوابث الوطنية والقومية القادرة على مجابهة التحدي سنقترع ونعمل من أجل انتخاب شخصية تعتقد اعتقادا راسخا أن إسرائيل الرابضة على حدود وطننا في الجنوب ككيان وكمشروع عدواني تمثل تهديدا وجوديا لبنان بر أكد أن كل من يراهن على خلافهم بين حركة أمل وحزب الله واهم مشددا على متانة العلاقة بين الطرفين ما حدا يراهن على خلاف بين الحركة والحزب ما حدا يراهن على خلاف بين حركة أمل وحزب الله ما حدا يخيط بها المسلم ما حدا يخيط بها المسلم هؤلاء أنا بقل لكم من هنا هؤلاء أنا بقل لكم من هنا هؤلاء أشداء على الأعداء رحماء بينهم بر أكد دعم لبنان لسوريا في مواجهتها للإرهاب ومحاولات وضع اليد على خيراتها وأراضيها نؤكد على إدانتنا ورفضنا تحويل سباء لبنان ومياهه منطلقا أو منصة لاستهداف سوريا من قبل العدو الإسرائيلي وهو بقدر ما يمثل من اعتداء على سوريا يمثل اعتداء على لبنان كما نؤكد انحيازنا ودعمنا لسوريا قيادة وجيشا وشعبا في مواجهة الحرب المفتوحة التي تستهدف وحدتها ودورها وثرواتها وموقعها المتقدم في المنطقة العربية تصدت الدفاعة الجوية السورية لأربعة صواريخ إسرائيلية في سماء دمشق وريفها وأسقطتها وفق ما أفدت مرسلة الميادين مراسلتنا قالت ان التصدي للصواريخ الإسرائيلية تم قرب طريق مطار دمشق الدولي وأوتوستراد دمشق الدرعة ومحيط مدينة الكسوة جنوب العاصمة إلى ذلك أفد مصدر عسكري سوري بأن العدو الإسرائيلي سادف نحو الساعة الثامنة من مساء أمس مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية في المطار أعلن وزير الخارجية الروسي سرقي لافروف أن بلاده تدعم جهود أحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران لافروف وخلال مؤتمر صحفية مع نظير الإيراني حسين أمير عبداللهيان في موسكو أشار إلى وجود مماطلة في المفاوضات النووية من جانب واشنطن معلنا رفض النهج الغربي الذي يملي على العالم بدوره أعلن وزير الخارجية الإيراني أنه ناقش في العاصمة الروسية الرسالة التي تلقتها بلاده من أحد المسؤولين الأوروبيين بشأن القتال في أوكرانيا وفي الموضوع النووي قال عبداللهيان إن طهران تعاول كثيرا على الضمانات للعودة إلى الاتفاق مبديا تفاؤله بشأن رفع العقوبات عن بلاده علاقاتنا ترتقي إلى المستوى الاستراتيجي وقد وضعنا خارطة طريق اقتصادية التعاون الاقتصادي بين بلدين بلغ أربعة مليارات دولار العام الماضي ونتوقع أن يرتفع العام المقبل لا نقبل النهج الغربي الذي يملي على العالم بل نؤمن بميثاق الأمم المتحدة وقواعدها لقد بحثنا الاتفاق نووي كما بحثنا انضمام إيران قاعدوا دائما إلى منظمة شانجهاي خلال قمة سمرقندا المقبلة إضافة إلى التسوية السورية تلقينا رسالة من أحد المسؤولين الأوروبيين بشأن القتال في أوكرانيا ونقشناها هنا في موسكو وفي الملف النووي نولي اهتماما كبيرا للضمنات ورفع العقوبات ونحن متفائلون لقد تلقينا الرد الأمريكي وألقينا عليه نظرة دقيقة ونحن نحتاج إلى ضمنات موثوق بها نريد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الابتعاد عن التسييس وأن تعمل فقط في الأطر المهنية أسقطت القوات الروسية طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من محطة زبروجيا النووية وفق ما أفدت به وكالة نوفوستي وعلنت وزارة الدفاع الروسية فشل الهجوم الأوكراني المضاد على ميكولايف ومناطق أخرى جنوبية أوكرانيا وحذرت وزارة الدفاع من أن محاولات أوكرانيا شن هجوم مضاد في جنوب البلاد سوف يكبدها خسائر فادحة في المعدات والجنود الوزارة أضافت أن القوات الروسية أسقطت ثلاثة مروحيات أوكرانية إضافة إلى أربع طائرات مقاتلة خلال يومين من القتال حول خط المواجهة في جنوب أوكرانيا نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهدة تظهر قصف رجمات صواريخ من طراز جراد مواقع أوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة في دونبس ووفق الدفاع الروسية فأن الراجمات دمرت أنظمة الدفاع الجوي وأكثر من عشر مركبات لإصال الذخائر بما فيها مدافع الهاوتزر الأمريكية من عيار 155 مليمترا كذلك عرضت الدفاع الروسية لقطات توثق طلعات قتالية لطائرة هجومية من طراز سو 25 تحلق على ارتفاعات منخفضة للغاية والتي نفذت ضربات جوية صاروخية على مواقع محصنة ومعدات وأسلحة للقوات الأوكرانية وأعلنت موسكو اعتقال مجموعة أوكرانية قالت وزارة الدفاع أنها كانت تعد لعمل تخريبيا في محطة زابروجيا النووية بتزامن مع زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي الزيارة بعد أعلان الشركة الحكومية الأوكرانية المشغلة لمحطة زابروجيا الخميس الماضي أنه جرى فصل هذه المحطة بالكامل عن شبكة الكهرباء الأوكرانية بعد انقطاع الخطوط التي تصلها بالشبكة وذلك للمرة الأولى في تاريخها هذه العمليات معقدة جدا فنحن متوجهون إلى منطقة حرب ومناطق محتلة وهذا يتطلب ضامانات ليس من الجانب الروسي فحسب بل من الجانب الأوكراني أيضا ولقد تمكننا من تأمينها أعلنت المجر عن اتفاق مع شركة غازبروم الروسية لمدها بشحنات إضافية من الغاز وأكد وزير الخارجية المجرية بيتر سيارتو من براغ بعد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي أنه جرى براغ اتفاق لشهري أيلول سبتمبر وتشرين الأول أكتوبر موسيقى قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي أن واشنطن تعمل بنشاط لتنظيم اتصال رفيع المستوى مع الصين وفي بيان صحفي أشار كيربي إلى سمرار الاتصالات الرفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين لكن من دون السناف الحوار حول عدد من القضايا بما في ذلك المناخ تتابعون بعض الفاصل موسيقى قود ديفوارا الدولة الأولى المصدرة للكاكاو في العالم ماذا يجن المزارع المحلي فيها من تجارة الذهب البني موسيقى ألم لكم الجديد اعتدت أجهزة الأمن السعودية بطريقة وحشية على فتيات يتيمات داخل مركز رعاية الأيتام في عسير وذلك بعد مطالبة الفتيات بحصولهن على حقوقهن في الدار وفاد ناشطون السعوديون بأن أجهزة الأمن السعودية اقتحمت دائر الأيتام بطلب من إدارة المركز وذلك بعدما طالبت الفتيات بالحصول على حقوقهن وأظرت مقاطع الفيديو المتداولة رجال أمن وهم يطاردون الفتيات داخل الدار ويعتدون بالضرب عليهم وقالت وكالة الأنباء السعودية نامير عسير تركي بن طلال بن عبد العزيز وجه بتاليف لجنة للوقوف على تفاصيل الحادثة مع دخول الهدنة شهر الأخير الأعلان عن رحلات جوية منتظمة بين مطاري صنعاء وجيبوتي ستدشن خلال أو ستدشن خلال الساعات المقبلة في ظل حديث عن رحلات جديدة بين صنعاء وعواصم عربية وأقليمية ودولية ستنطلق خلال الفترة المقبلة أحمد عبد الرحمن رحلات جوية مرتقبة بين جيبوتي وصنعاء خلال أيلول سبتمبر بمعدل رحلتين أسبوعيا وزير النقل في حكومة صنعاء عبد الوهاب الدرة قال إن الرحلات التي تنطلق خلال يومين تمهد لوجهات جديدة أخرى قد تشمل عاصمة خليجية خلال الفترة المقبلة لدينا تفاهمات مع أكثر من جهة في اتجاه فتح الوجهات المتعددة بالنسبة للخط الجيبوتي إن شاء الله من هذا الشهر قادم سبتمبر وبقية الوجهات من بداية أكتوبر بما فيها تشغيل أو إعادة تشغيل خط صنعاء القاهرة وأيضا الهند بومباي ودولة خليجية سيعلن عنها في وقته تحركات يمنية أممية تأتي مع دخول الهدنة شهرها الأخيرة من دون تقدم يذكر في تنفيذ بنودها المعلقة وتفاهمات التمديد الأخير كما يقول وزير النقل الذي التقيناه أثناء تفقده الدمار وأضرار القصف في مبنى مطار صنعاء الدولي الجديد نعمل أن يكون هناك تأكيد من الأمم المتحدة وأن يكون هناك تفاوض واتفاق قبل 2 أكتوبر بحيث يتم التوقيع على قنود جديدة واسعة توسيع الهدنة الضروري جدا في كل المجالات سواء كانت المجالة الحياتية كموضوع المرتبات أو موضوع فتح مطار صنعاء الدولي دون قيد أو شرد وزير النقل طالب بعدم حصر تمديد الهدنة بفتح مطار صنعاء كاشفا عن خطة وزارية لتشغيل مطار تعز جنوبية غربي البلاد ومطار الحديدة غربا باعتبارها مطارات مهمة وتقع في مناطق ذات كثافة سكانية عالية مؤكدا ضرورة فتح جميع المطارات اليمنية بما فيها مطار الريان في المكلة بحضرموت ومطار سقطرة في المحيط الهندي إضافة إلى خروج جميع القوات الأجنبية من تلك المطارات أحمد عبد الرحمن صنعاء الميادين ردت القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية على الادعاءات الأمريكية بشأن محاولة السيطرة على زورق أمريكي غير مأهول في مياه الخليج وقالت أنه جرى سحبه منعا للتصادم في مسار السفن التجارية وفي بيان قالت القوة البحرية أنه تم توجيه تحذير للقوات البحرية الأمريكية لعدم تكرار هذا الأمر ومن ثم تم إطلاق الزورق مؤكدة أن وجود القوات الأمريكية في مياه الخليج يضع استقرار وأمن المنطقة الحساسة والاستراتيجية في خطر دائم دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن جميع القادة العراقيين إلى الانخراط في حوار وطني لوضع خارطة طريق من أجل الخروج من الانسداد الحالي جاء ذلك خلال مكالمة ناتفية أجرها بايدن مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حيث أعرب الرئيس الأمريكي عن دعم بلاده لعراق مستقل وذي سيادة دعا حراك الخامس والعشرين من جوليا الدائم للرئيس قيس السعيد إلى إجراء تعديل وزاري وإشراك المؤسسة العسكرية في تونس في تسيير المؤسسات الحيوية في البلاد وخلال ندوة صحفية دعا القيادي في الحراك محمود بن مبروك إلى مواجهة الحرب الاقتصادية عبر تعيين الأطر العسكرية في بعض الوزارات والإدارات الحيوية التي لها تدخل مباشر في الجوانب التجارية والاقتصادية والاجتماعية في هيك للدولة إلا تدخل الجيش باش يمنعنا مالفايدانات ومالحراق ومشي من المنازل في الجين معتوق وكان ديما الجيش التونسي هو جيش تنمية وعندما أقول عسكرين أنا لا أدعو إلى نظام عسكري حتى لا يقع تأويل كلمي أنا دولة التونسية دولة مدنية وإنما يجب أن تترأس هذه الإدارات عسكرية كشفت وزارة العدل الأمريكية أنها تمتلك أدلة تثبت تعمد الرئيس السابق دونالد ترامب إخفاء وثائق سرية عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ما دفعها إلى البحث عنها في مقر إقامته في فلوريدا الوزارة اتهمت مساعدين لترامب أو مساعدين بأنهما كذبا بشأن عادة ترامب للوثائق فيما قالت محكمة المقاطعة في المنطقة الجنوبية لفلوريدا إن من المحتمل أن تكون السجلات الحكومية قد أخفيت من غرفة التخزين لعرقلة تحقيقات الحكومة هذا السجل الأمريكي يأتي مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس حيث يجهد الرئيس جو بايدن لحجد الأصوات لدعم حزبه الديمقراطي تقرير محمد كريم اختار الرئيس بايدن ولاية بنزلفانيا مركزا لانطلاق الحملات الانتخابية لحزبه الديمقراطي قبل عشرة أسابيع من موعد الانتخابات النصفية ويركز بايدن اهتمامه على هذه الولاية للحفاظ على الأغلبية في الكونغرس لكونها تمتلك 17 مقعدا في مجلس النواب إضافة إلى مقعدين في مجلس الشيوخ خفض الجرائم المسلحة في الولايات المتحدة نتيجة انتشار السلاح كان عنوانا لخطاب بايدن الذي أكد فيه عزمه على حظر الأسلحة الهجومية رغم المعارضة الجمهورية له لقد وجهنا لوب السلاح وسوف نتعامل معهم مرة أخرى وسنفوز مجددا لكننا لا نتوقف عند هذا الحد فأنا مصمم على حظر الأسلحة الهجومية فعلتها في السابق وسأفعلها مرة أخرى بايدن دافع عن ضرورة عدم قطع التمويل عن الأجهزة الأمنية وانتقد مطالبات الجمهوريين بحظر تمويل مكتب التحقيقات الفيدرالية فيما الجمهوريون يجادلون في أن أجدة خصومهم الديمقراطيين هي يسارية راديكالية الحزب الجمهوري هو حزب القانون والنظام يقف حزبنا مع العناصر الأمنيين على المستوى الفيدرالي ومستوى الولاي والمستوى المحلي والدعوات ليقف تمويل مكتب التحقيقات الفيدرالية خاطئة مثلها مثل الدعوات لوقف تمويل الشرطة الانخفاض النسبي في أسعار الوقود والتضخم قد يمثلان نافذة صغيرة للرئيس بايدن لاستغلالها في تحسين أرقام استطلاعات الرئي العام التي لا تزال متدنية على مستوى البلاد بينما لا يزال الرئيس السابق دونالد ترامب ومرشحه يحظون بدعم واسع بين أوساط القاعدة الشعبية للحزب الجمهوري وبدعم ادعائه أن الانتخابات الماضية قد سرقت منها فيما يذكر بايدن بأنه ينفذ تعهداته الانتخابية عبر عفاء الطلبة من القروض والدفاع عن حقوق المرأة وإعادة تأهيل البنية التحتية فإن الجمهوريين يرون في تراجع الأداء الاقتصادية وارتفاع التضخم جسر عبورهم إلى الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ محمد كريم واشنطن الميادين أجواء سياسية داخلية ساخنة تعصف إذن بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي مع اقتراب الانتخابات النصفية في وقت يتعمق فيه الانقسام السياسي في الولايات المتحدة ويأخذ بعدا أخلاقيا وثقافيا أكثر بحكم العادة الأمريكية فحزب الرئيس الحاكم على موعد مع خسارات في أول انتخابات نصفية تجري في ولايته ومع سيناريو كهذا فأن الجمهوريين سيستعيدون السلطة وكل أدوات عرقلة مسار الرئيس جو بايدن هذا ما كان يسري في الأرويقة الداخلية والإعلامية انطلاقا من المعدلات التاريخية للتضخم وأخفق الرئيس وحزبه في إقرار خطته التشريعية في الكونغرس في بداية العام ما أدى لانحصال شعبية بايدن إلى ما دون الأربعين في المئة لكن المفاجأة يمكن أن تكمن في كسر هذا النمط التاريخي واحتفاظ الديمقراطيين بالمجلس وهي فرضية تبقى قائمة مع اتخاذ بعض القضايا المجتمعية كالإجهاد بعدا سياسيا أكثر من أي وقت مضى ما أثر في مزاج الناخبين المترددين لتعيد أسهم الحزب الديمقراطي إلى الارتفاع يضاف إليها ما يمكن تسميته ظاهرة الخشية من ترامب بعد كشف التحقيقات عن مدى تورطه في اقتحام الكابيتول ومحاولته تزوير الانتخابات وسرقته ملفات سرية وهي ظاهرة أتت ببايدن رئيسا للابتعاد عن جموح ترامب يأتي ذلك فيما الصراع داخل الحزب الجمهوري على أشده بين جنحي الرئيس السابق والتقليديين وفيما يتعمق الانقسام السياسي في الولايات المتحدة ويتخذ بعدا أخلاقيا وثقافيا أكثر تكثر الخشية من تدهور الأمور هناك إلى حرب أهلية هذا ما خلصت إليه صحيفة الجارديان البريطانية التي نقلت عن استطلاع أجراه مركز أبحاث كاليفورنيا لدراسة عنف السلاح أن أربعين في المئة من الأمريكيين يعتقدون أن وجود زعيم قوي للبلاد أكثر أهمية من بقاء ديمقراطية ووفقا للاستطلاع نفسه فإنما بين ثلاثة ملايين أمريكي إلى خمسة ملايين على استعداد لإذاء الأمريكيين الآخرين بسبب معتقداتهم السياسية كشف فيلم وثائقي عدته قناة بي بي سي الصفقات السرية التي كانت وراء ترك بريطانيا منطقة الشرق الأوسط يتضمن الوثائقي تفاصيل عن اعتراف بريطانيا بسيادة إيران على الجزرية الثلاث إضافة إلى روايات شهود عن انقلاب دبرته بريطانيا في الشارقة خرجت بريطانيا من الخليج عام 1971 لكن كواليس هذا الانسحاب ما زالت تتكشف حتى اليوم فبريطانيا التي قررت وقت ذاك في سعيها لتوفير الأموال انهاء التزاماتها الاستعمارية في منطقة الشرق الأوسط عقدت صفقات سرية مهدت لخروجها من المنطقة صفقات ووثائق تعرض للمرة الأولى كشفت عنها بي بي سي في فيلم يحمل عنوان الأسرار والصفقات كيف غادرت بريطانيا الخليج يكشف الوثائقي كيف أقرت بريطانيا بملكية إيران للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى تعرض المحطة البريطانية أدلة على أن ديبلوماسية والإدارية الاستعمارية المخضرم السير ويليام لوس اتفق سرا مع الشاه محمد رضا بهلوي على إعادة الجزر الثلاث إلى إيران بعد انسحاب القوات البريطانية من منطقة الخليج ويظهر الفيلم أنه برغم احتجاجات الإمارات الكثيرة على الخطوة البريطانية فإن رئيس الدولة الشيخ زايد ألنهيان ونائبه الشيخ راشد المكتوم كان قد أحيطا علما بالقرار البريطاني بل أكثر من ذلك تؤكد الوثائق التي أزيلت عنها السرية أخيرا أن الشيخ زايد كان موافقا على القرار البريطاني في المقابل وفق الشاه على تولي الأمم المتحدة مسؤولية قرار منح الاستقلال للبحرين بناء على إحصاء أجري عام 1970 ومن الوثائق التي كشفتها بي بي سي كيف دبرت بريطانيا انقلابا على شيخ إمارة الشارقة سقر بن سلطان القاسمي بعد خلاف النشب بين الطرفين أما جريمة القاسمي فكانت تقاربه مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر دفعوا شركة جوجل لحد مديراتها إلى الاستقالة لعطي راضها على مشروع يتيح للسلطات الإسرائيلية مراقبة الفلسطينيين أعاد تذكير بالسياسات المتناقضة لشركات الإنترنت الكبرى والمنحازة لإسرائيل ملاك خالد انضمت شركة جوجل إلى شركة ميتا أو فيسبوك سابقا في أعلان انحياز سياساتها الفاضح إلى جانب إسرائيل فقد دفعت شركة الأمريكية أريل كورين إحدى مديرات التسويق في القسم التعليمي فيها إلى الاستقالة بعد تخييرها بين الانتقال إلى البرازيل أو توقف يعني العمل بعد تحريد زملائها ضد مشروع نيمبوس وهو مشروع بقيمة مليار ومئتي مليون دولار وقعته جوجل وأمازون مع الحكومة والجيش الإسرائيليين بهدف فتح مراكز للبيانات لكن وفق كورين فأن هذا المشروع سيسهل مراقبة الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بموجب القانون الدولي سياسة جوجل تعكس إلى حد كبير السياسات الأمريكية المنحازة لإسرائيل والتي يتبنىها العديد من شركات الإنترنت وأبرزها ميتا الشركة التي أسسها مارك سوكيربيرج معروفة بمحاربتها المحتوى الفلسطيني في منصاتها المختلفة وقد نظم الفلسطينيون ومناصرهم العديد من الحملات المناهضة للسياسات المنحازة ضدهم ولسيما بعد عمليتي سيف القدس ووحدة الساحات وقد برزت التنقضات في سياسات ميتا تجاه ما تعتبره معايير المحتوى بعد بدء الحرب في أوكرانيا إذ تمرر جميع المضامنين التي أنشرها الأوكرانيون مهما حوت من مشاهد دموية لاتهام الروسي بارتكاب جرائم قاسية فيما تشدد الرقابة على أي صور تأتي من فلسطين وتحجبها باعتبارها صورا مخالفة لمعايير المحتوى وخادشة للمشاعر الإنسانية وفق ما تسرب من وثائق داخلية من الشركة وثائق تطالب بأقل المعالجات لما يرد من أوكرانيا فيما تشدد على حث كلي وكامل للمضمون الفلسطيني وذلك في تماهن كاملا مع السياسات الأمريكية المؤيدة لإسرائيل والتي تسعى إلى تمس الرواية الفلسطينية ومنع وصولها إلى الجمهور حول العالم داخل تركيا التي تصنف جبهة النصرى منظمة إرهابية يكمل بعض قادة الجبهة دراساتهم في جامعة خاصة من هم هؤلاء القادة؟ حسين السيد كأنهم في أماكن سيطرتهم شمال سوريا يكمل بعض أبرز أمراء النصرى وقادتها دراستهم الجامعية لكن في جامعة خاصة في تركيا بالرغم من تصنيف الأخيرة الجبهة منظمة إرهابية كان نشو جامعة الإمام الأزاعي فرع تركيا جدل أسماء الناجحين في امتحانات العام الدراسي الحالي سيمر مرور الكرام لو لو رود أسماء قادة من جبهة النصرى فيه وبينهم من يمثل الدائرة الضيقة المحيطة بزعيمها أبو محمد جولاني أبرز هؤلاء عضو مجلس الشورة في النصرى وأحد أبرز المفتين الشرعيين فيها عبد الرحيم عطون الملقب بأبي عبدالله شامي كما ورد في الجدول اسمه مصلح العلياني الداعية السعودي وأحد قادة النصرى وبينما لم تظهر نتائج امتحانات عطون والعلياني ورد اسم الأمير الشرعي للجناح العسكري في النصرى مظهر الويسة المعروف بأبي عبد الرحمن متفوقا يأتي الكشف صدفة عن حضور للنصرى في تركيا ليثير الكثير من التساؤلات بشأن كيفية قبول هؤلاء في جامعة خاصة داخل تركيا وهل كانت السلطات التركية على دراية بهم برغم تصنيفها ومجلس الأمن الدولي جبهة النصرى منظمة إرهابية تصعد تركي ضد الناتو واليونان وانتقاد لدعم واشنطن لأثناء في نزاعها مع أنقرة محمود واثق تصعد تركي ضد الناتو واليونان في ذكرى الانتصار على الحلفاء واليونان الرئيس رجب طيب أردوغان ينتقد دعم واشنطن ووقوفها إلى جانب أثينا في النزاع المستمر بين التركيا واليونان الولايات المتحدة الأمريكية التي امتنعت عن أعطاء تركيا مقاتلات أف خمسة وثلاثين كرمت اليونان بها واليوم أصبحت هذه الطائرات الأمريكية إلى جانب منظومة دفاع الثلاثمائة الروسية في خندق واحد تستفز تركيا التوتر بين التركيا واليونان ليس جديدا فالخلافات الحدودية البحرية والجوية في منطقة إيجا وشرق المتوسط وقيام الطرفين بدوريات ومهمات اعتراضية شبه يومية قبالة الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية من الأسباب التي تؤجج السراع وتنظر بمزيد من التصدع بين دول حلف شمال الأطلسي دخول أمريكا على خط خلاف بين تركيا واليونان من خلال إنشاء قواعد في جزر يونانية قريبة من تركيا إضافة إلى توفير مقاتلات أف خمسة وثلاثين لليونان ومنعها عن تركيا دليل على الانحياز الأمريكي ولدى أنكر خيارات أخرى من خلال التوجه نحو روسيا والصين وأعتقد أن أنقرة سوف تتخذ الخطوات اللازمة لوقف الاستفزازات اليونانية النزاع حول مصادر الطاقة وعمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط من دون التوصل إلى اتفاق حدودي والتقارب الأمريكي اليوناني المستمر في المجال العسكري في الفترة الأخيرة أمور زادت من هواجس أنقرة وقللت من فرص الاعتماد على الحليف الأمريكي يقول مراقبون مع استمرار دعم واشنطن لأثينا عسكريا وسياسيا على حساب أنقرة كما يؤكد الأتراك فإن المنطقة تبدو متجهة نحو مزيد من التسعيد بما قد يؤثر سلبا على تماسك حلف الناتو محمود واسق استنبول الميادين تعد كوت ديفوار الدولة الأولى المصدرة للكاكاو في العالم تنتشر هذه الزراعة بكثافة في مناطق الغربي والوسط ويعمل مزارعها وسط الظروف صعبة علي مرتضة في بلد مسؤول عن تصدير أكثر من 40% من نبتة الكاكاو للعالم تعتبر زراعة الكاكاو منتشرة جدا في الغرب الأوسط من الكوديبور اليوم نحن في قرية جيك وميكرو حيث سنتابع كيفية زراعة الكاكاو التي تعتبر ثروة قومية لدى الإفواريين إلى حقول تهب البني توجهنا مزارعون شبه خفات يعملون مثل خلايا النحل بطرقهم التقليدية ويحصدون ثمرة تعد من الأفلى في العالم نحن في الموسم الصغير للكاكاو المحصول هذا العام لم يكن جيدا نجمع الكاكاو ونقطعه ونضع حبوبه في أوعية بلاستيكية تمهيدا لوضعها في الشمس وبعد يوم نجمع الحبوب المجاففة ونعبئها في أكياس تمهيدا لنقلها إلى القرية وبيعها بثيابهم البسيطة وحياتهم التقليدية الصعبة يعتبر هؤلاء المزارعون أساسا لتجارة تدر بحسب البنك التولي مئة مليار دولار سنويا في العالم لا تعود منها سوى ستة مليارات إلى المزارعين بمعدل يجعل دخل أحد هؤلاء العاملين في زراعة الكاكاو مئة دولار شهريا فقط أنا مساعد في حقل الكاكاو هذا أجري لا يساوي أجر المسؤول عني طبعا وهو بدوره لا يربح ما يربحه صاحب الحق لكنني أشكر الله على عملي فهو يوفر قوت عائلتي تمتشر حقول الكاكاو في الكودفوارد وطريقة القتاف هي ذاتها نحضر هذا السكين ونقوم بقطع الثمرة عن الشجرة التي نقوم بقطعها هكذا هذه هي ثمرة الكاكاو إذن من هنا يأتي شوكولاتة العالم بأسرع علي مرتضى الوسط الغربي للكودفوار الميادي تذكيرا بالعنوين الأسير خليل عواودة ينتصر بعد إضراب السمر 172 يوما عن الطعام وينتزع قرارا خطيا من الاحتلال بالإفراج عنه الشهر المقبل بايدن يؤكد للعبيد توصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان خلال أسابيع أولوية للإدارة الأمريكية سنكون في الموقع القادر للدفاع عن هذه الحقوق وعن هذه الحدود وعن ثرواتها وحمايتها كعادتنا في كل مواقع التحليل بري وأكيد أن الكرة الآن في ملعب المفاوض الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية ويقول أنه سيقترع للشخصية التي تؤمن بأن إسرائيل تهديد وجودي للبنان الدفاعات الجوية السورية تسقط أربعة صواريخ إسرائيلية فوق ريف دمشق الجنوبي واعتداء آخر يستهدف محيط مطار حلب باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية المايدين دوت نت موقعنا على الإنترنت موجز إخباري على رأس الساعة اشتركوا في القناة